هل قتل جمال البدوي؟ سؤال ساعة واشنطن التي كما تقول تصريحاتها الأمنية ليست متاكدة من مقتله رغم أنها رتبت لعملية عسكرية خاصة به انتقاما لما حدث للمدمرة الأمريكية كول وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية فإن طائرة من دون طيار نفذت ضربة جوية ضد القيادي في القاعدة جمال البدوي وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية بيل أوربان إن العملية الجوية التي تمت في اليوم الأول من ينائر الجاري في محافظة مارب لم يتم التأكد من تحقيق هدفها يعد البدوي أحد المطلوبين الرئيسيين للولايات المتحدة في قائمة عام 2014 وقد رصدت واشنطن خمسة ملائين دولار كمكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود إليه ويتهم البدوي بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف الناقلة العسكرية الأمريكية يو اس اس كول التي كانت ترسو في ميناء عدن في الثاني عشر من أكتوبر عام 2000 اعتقل البدوي ثم صدر عليه حكم بالإعدام في 2004 لكن ضغوطات سياسية خففت الحكم عليه إلى السجن خمسة عشر عاما لكنه نجح مطلع فبراير 2006 بالفرار من سجن الأمن السياسي بصنعه عبر نفق أرضي ثم سرعان ما وضع في الإقامة الجبرية في منزله بعد تسليم نفسه ليعود مرة أخرى إلى المعتقل بعد ضغوطات أمريكية في 2010 تمثل سيرة البدوي نموذجاً للغموض الذي اكتنف العلاقة بين القاعدة ونظام المخلوع صالح من جهة وبين اليمن وواشنطن من جهة أخرى فيما يتعلق بملف مكافحة الإرهاب وهو الملف الذي لا يزال مبهماً حتى اللحظة ترجمة نانسي قنقر